اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا مسائل فل يا مسائل هنة يا مسائل ياسمين بما أن العيد كده كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين بما أن كل زفارة كده اللي بيأكل في سيخ واللي بيأكل رنجة واللي بيأكل أسماك وما تفهموش العيد الزغير ده ما شاء الله تلاقي كده تمشي تلاقي الدنيا كلها حتها زفارة فقلني ايه نعمل غدا النهار ده كده كله في صفور معانا جنبار زي ما انتوا شايفين كده تعالا بمقولك وانا بقشره ازاي الجنبار ده هقليه فتسيبي الديال وتسيبي الراس وتبدأ ايه تشيل الظهر بتاعه كده وتشيلي الحبل الرمل وتجيبي خلة كده خلة حاجة رفيع كده يعني ايه ان هي تقدر تخش وتشايفا انت الحبل الرمل ده تشيدي كده تطلعيه علشان ما يقرقش معك كده هو بتتاكل ولازم يتشال علشان ريحة الظفار اهو ذاك مانتو شايفين حابيت اورغولكو كده وقرقش معاه كم واحدة علشان تعرفوا وانا ما شيلتش دماغه وما شيلتش ديل لو انت قررت شلها براحتك بسان ما شابتش الى شيل دماغه وشيلو ديله علشان مات الجنبارية متكيشش معاك أوي يعني تفضل محتفظة بالشكل كده وبلحجم بتاعه لما بتشيلي الرأس وبتشيل الدل بتلاقيها صغيرة كده معاك او زي ما انتو شايفين كده باشيل الضهر واشيل اما حاجة الحبل الرمل يا جماعة اللي انتو شايفين ده بيخلي زي ما قلت لك راحة زفارة وبيكون في رم ما شاء الله غسلناه خلصنا الكمية اللي كانت معنا وغسلناه وبقى زي الفول زي ما انتو شايفينه حطينا بقى كوباية من الدقيق مع لها معلقتين من النشا ده مش هيبقى الكفر بتاعنا ده هيبقى عايزين كده حاجة التدبلة اللي هتتدبل فيها هتشوفوها الوقت هيبقى سمكة عامل ازاي وهنعملها باي وحطيت معلقة من التوم المفروم وحطيت كركم وكمون وكزبرة وفلفل اسود دي البهارات اللي معاني انت تسمي الله وتقولي باسم الله الرحمن الرحيم وتخش مطبخك تعملي اكلت سمك اي نوع من انواع السمك جاهزي توم وكمون ولمون اساسي توم كمون لمون حتى كلهم على وزن واحد يبقى انت جده هتاكل سمك زي ما انتو شايفين كان معايا توم مفروم اخدت ايه نص معلقة كبيرة توم مفروم والبهارات بدعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبدأت اخفل الماء عايزة كده عجينة معايا زي عجينة الكيك كده او عجينة الزلابية عجينة ما تكونش متماسكة ولا تكون سايب قوي عايزة كده السمكة هيكون سايب معايا زي عجينة الاخف حتى من عجينة الكيك حطيت مقيمة معلقتين خل وهنضرب ده كله مع بعضه كده بالمضرب اليده او بمعلقة لحدات ما كله كده يضف بعضه وتنزل علي الجنبري وسيبقى على جنب لان الجنبري تقريبا اخر حاجة هتتعمل علشان بتعمل طبعا بتقلب سرعة جدا وبيستوى معاك بسرعة بس انا جمعت معاك الفيديو على بعض ده حوالي ما عد عليه ساعتين وهنجهز الكوفر بتاعه طبعا انا في الاسناء دي عملت تقريبا ان خلصت كل الطبيخ ودي اخر خطوة كانت معايا بس انا ده مكتلكوا الفيديو كله مع بعض علشان ما اتهوش مين انا بحيب اعمل الفيديو كده ايه كل طبخة تشمل بعضها كده هاشيل من الخلطة وحط في الكوفر هاشيل من الخلطة وحط في الكوفر زي ما انتو شايفين الكوفر ده عبارة عن ايه عبارة عن كوباية دقيق ومعلقتين من النشا ونص معلقة صغيرة من الكوركم علشان لون الجنباري معايا يكون لونه حلو كده وجميع وتبدأ كده تحطي كاينك بتعمل فراخ كنتك بالزبط شايفين ما شاء الله معايا معلقتين معلقة في الخليط ومعلقة في الدقين ونروح عالزيت نقليه نحطه في الزيت زي ما شايفين لونه وجماله ما شاء الله طبعا زيت سخن معايا ونزلت عليه بالجنباري اللي احنا عملوه مع بعض انا كنت بتمنى تسمعوا صوته وتسمعوا صوت الخرفشة الدقيب جد كان جميل جدا دي كان اول وصف معايا تعالوا بقى معانا الوصفة دي الطبق ده كان جاي اللي كده زي ما انتم شايفين مشكل بقى باقلويز في حاجات بحارية في جنباري فيه اه الله مصال على هذا بسامك في ليه المهم ان هو مشكل كده وجميل تعالوا بقى نعمل بقى احلى شربة بصراحة كانت شربة طحفة جدا هتعمل الشربة معايا الحالة فاضي ما فيش فاء اي حابة خالص وولعت النار بتاعتي وحطط عليها اهه الطبق المشكل اللي معايا ده وحطط معايا حبة كده من الجنبار المقشر كمان زودته عليها طبعا زي ما قلت لكم فيها الباكلاوز وفيها الجنبر وفيها الكابوريا وفيها سمك فليه او زي ما انتم شايفين كده وحاطت حبة كمان من الجنبر المتقشر الصغير الناعم ده هنعمل به الرز مع بعض فقلت ام اخد شوية وضفت عليهم اللهم صلى على النبي معلقة التوم صغيرة وضفت عليهم كزبرة وكمون وصنة من الفلف الكركم الاصفر وفلف الاسود وملح وهنطق كده كله ده مع بعض اهو زي ما انتم شايفين بالحلة كده تمسك الحلة بتاعتك ونطق كله مع بعض ضبعا ما بياخدش وقت في التسوية وفي ثانية بياخد لون اهو زي ما انتم شايفين كده الحديث ما تشم ريحة البهارات الجميلة جدا جدا ورحت الجنبري اللي كانت قلبة بصراحة الدنيا ونزلت عليها بالميا وهضيف عليها كمان اه تثبت الميا بتاعتك عشان تطلع احلى وقطعم شربة ممكن تدقيها عند الكريمة حط معلقة كريمة لباني ما عندكش حط معلقة ديق زي ما انا عملت كده وهتطلع معاك نتيجة تحفة جدا احلى وقطعم شربة بحر ممكن تدقيه شايفين ما شاء الله شامين الريحة يا رجل كوكود تمكاني وشامين الريحة الجاملة دي دي اختيار اللي انا عملتها دي اختيار حطيت معلقة من الكزبرة الخضرة اهو وتدفع لكده بقى خلاص وشكرا حابة تعمليها حابة مش حابة مش مهم تعالوا مع بعض بقى نعمل خلطة او دقة السمك معايا راس طوم كاملة مقشراها ومعايا فلفل حام وفلفل بارد وحطيت ملح واللمولة دي هنضفها في الاخر بعد ما نفروم كل ده مع بعضه لو معاك فلفل احمر ممكن تضيفه وطبعا عملنا بقى الخلطة الجميلة دي انا استخدمت في اللو انت عملتها من بدري ممكن تستخدم مع الجنبري الخلطة دي ما عندي كيش انا طبعا كان عندي طوم وفروم جاهز فكان مريحني جدا بصراح بس الخطوة دي كان لازم اعملها كده طوم جاهز علشان ريحتي الطوم في السمك تزبطك يعني وتخلي نتيجة اللي تطلع النتيجة اللي انت عاوزها ضفت طبعا اللمونة هصير اللمونة كاملة ازاي من شافين اللمونة كبيرة وهضف البهرات بتاعتي حطيت ملح وفلفل الملح اصلا كان فيها حطيت كمون وكزبر عندك بهرات سمك وبتحب تضيفي زي ما انت عاوز انا طبعا غلطت في البهرات بدل ما جيبت كمون جيبت السبع بهرات رجعتهم تاني وجيبت كمون ومعلش يا جماعة لصوتي مش عارفة بصراحة طالعا من رمضان مرهكة جدا جدا كأن حد ما سكني بعصايا كده ومكسرني ومؤثر على صوتي ومؤثر على كل حاجة الحمد لله على كل حاجة طبعا معايا السمك متنظف وزي الفل وغسلته بخل كده على السريع ديالت ما انقعش الاسمك بالذات في خل تغسلها بس كده غسل على السريع علشان ما تدوبش معاك اللحم بتاعه هفتحها كده بالسكينة من عند الفاص علشان يشرب من الدقة بتاعتنا اللي احنا عاملنا وهتبدأ بقى تحشي السمك بتاعك كله زي ما انت شايف الخلطة طبعا الخلطة دي جميلة جدا لازم لازم ما تفكروش تعمل سمك ان لما تعمل الخلطة ما تكسلش وتعمل ملح والدقة بتاعته ناش لأ ما ينفعش زي ما قلتلك سمك اي نوع من انواع السمك مألي مشوي اي نوع دخلت مطبخ وهتعمل سمك النهاردة اكتر حاجة جهزيها هي التوم وكمو خلصنا ما شاء الله الكمية معانا هي زي ما انتو شايفينه معانا السمك حاجمه حلو جدا ويتعالوا بقى بما نجهز الكفر بتاعه وقبل ما نجهز الكفر تصالوا على الحبيب كده وتستغفروا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم ونبدأ بقى نقلق السمك بتاعنا حطيت كوباية من الدقيق حطيت عليهم معلقتين من النشا حطيت عليهم سنة من الكمون وسنة من الكزبرة طبعا معي المتاب الجاهز وكركم أصفر طبعا انا هعمله في الصلصة فكان ممكن استغنى عن موضوع الكركم الأصفر ده فانت لو حاب ان انت تاكله كده مقلي ناشف ابقى زود الكركم شوية هتلاقي اللون طالع اللون معاك تحفة جدا هنبدأ بقى نحط له الكوفر بتاعه كده وتعندنا الزيت بسخن على النار ونبدأ نقل السمك بتاعنا او زي ما انتو شايفين الحالة المتغطية دي الجنباري بتاعنا الشربة واتريكن على جنبي كده وبقى تمام وجاهز ونبدأ نقل السمك بتاعنا طبعا ما تقفش كده جنب السمك اللي هتعمل صلصة للسمك يبقى جيء وانت بتيه للسمك في اللصانية بتاعتك اللي هتعملي فيها اللي هم الصلصة بتاعتك تشتغل علي طول تحطها على العين التانية وتفرم البصلة بتاعتك وهينا بأعصر معاكو الطماطم علشان الطماطم بتاعتك تكون جاهزة مجارة لما البصلة تحمر انزل عليها بالطماطم علي طول ولعت النار بتاعه زي ما انتو شايفين المقلاب على العين التانية بقلي عليها للسمك وهينا بأشتغل علي طول اعمل صنية الصلصة بتاعتي علشان مجرد ما السمك يخلص تسقط فيها الصلصة انما هتستني تقلي وبعد كده بتعملي انت كده بتضيع وقتك في المطبخ وبتاخد وقت كبير جدا في الطبي كل عيونك شغالة و ايدك ما شاء الله شغالة هنا و هنا رب ان يدينا الصحة و اديكو يا رب العالمين و يعيننا على اللي احنا بنعمله واجعل يا رب في ميزان حسنا فانتي زي ما قلتلك تشتغل في كله علشان ما تاخدش وقت جمج جدا في المطبخ و تتعابي جدا حطيت معلقة التوم كبيرة على البصل اللي انا فرمتها اهو شايفين ايدي شغالة هنا و شغالة هنا و لون السمك جميل جدا الاخر سمكة معايا خلاص و هيكون معايا هنزل بقى تاخد لفة كده وتشم رحة التوم وبعد كده هنزل بعصير الطماطم اللي انا عصرها معاكم وهنسيب و هنضيف لها بهاراتها وبعد كده هنسيبها لحد ما تستبك بهاراتنا ايه ملح فلفل كمون كسبرة و طبعا حطينا معلقة التوم و كان بقي معانا خلطة كده من التوم اللي احنا كنا عاملينه ضفتها معلقة كده تقريبا ضفتها عليه على ما السمك غطيت طبعا ما شاء الله اللي كان كبير فما كانتش عندي غطة مناسب ليه غطته ببرق ألمونيوم زي ما انتو شايفين كده و هبدأ اعمل على ما السمك خلاص بتاعنا يستوي يستوي يتسبك الصلصة بتاعتنا تتسبك هكون انا عملت الرز عندنا بقى حلة رز اه صيادية بالجنباري تحفى جدا 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 معاي جنباري ناعم متقشر هنشوف مع بعض دلوقتي و معاي البصرة الصغيرة كده زي ما انتو شايفين هبدأ احمر بيها احمرها و هنزل عليها بمعلقة التوم او بقى مجرد ما اخدت لون طبعا احنا مش عايزينها تتحرق احنا عايزين لون ما يمرهاش نزلت بمعلقة التوم ما تنزلش بمعلقة التوم اول ما بحط البصل لان طبعا التوم بيحمر قبل البصل و معاي مشاء الله جنباري صغير متقشر طبعا الجنباري بقى دلل الكوف ده للروز زي ما انتو شايفين كده بيفيد جدا بس طبعا الجايبان متقشر جاهز اخدنا لفة كده مع التوم والبصل وبعد كده هنزل عليها بالبهرات وانزل عليها بالمية بتاعتي وانزلت عليها بمعلقتين من الصلصة حطت طبعا كزبرة وملح وكمون شايفين البهرات مش التهاش البهرات محطتش وحطت ايه معلقة صغيرة من البابرك الاساسيين اللي كانوا على الرخامة ملح وفلفل وكمون وكزبر وانزلت عليها بعيار المية المزبوط وطبعا هنسيب المية تغلي حلو كويس جدا علشان تطلع اللون بتاع الرز اللي انت عايزها بعد ما السلصة بتاعتنا تسبكت هنزل عليها بالسمك هنرس السمك كده في السلصة زي ما قلتلكم وهنسيبها بقى لحد قد تقلب معانا قلبتان كده تاخد من السلصة وبعد كده هنصفي شايفين الجمال شمين الريحة عايزة تاكل صح اطبخ سمك انا بطبخ سمك بنسى الدنيا ومعليها بصراحة شايفين ما شاء الله معايا شرب شوية كده من السلصة واخد من السلصة هي رشة قصبرة ناشفة قصبرة خضرة اسفة رشة قصبرة وشيم من الريحة بقى قلبة واحدة وطفي وشكرا كده بقى معايا احلى وطعم صنية سمك ممكن تدقيه شايفين ما شاء الله انا هنا كنت تفوت خلاص عن السمك ومعايا الميا اللي انا حطها استوت حلو جدا ولونها بقى حلو جدا زي ما انا عاوزها وبعد كده هنزل عليها بالرز زبط بقى الملح بتاع الرز بتاعك وزبط الميا وهنسيبه بقى لحد ما يستاوم هيتشرب ميته او بدق معاك او لقيته محتاج شو حبة ملح منزلت عليه بحبة ملح صغيرين وقلبت وهسيبه لحد ما يتشرب الميا واستاوم عنه وتعلم ما نشوف غدا النهاردة بقى كان حاجة عظمة لأ عظمة عظمة يعني شايفين الجمال معايا حبة رز جنان نغرب بقى الاكل بتاعنا غرفيه بالطرقة اللي انت بتحبيها والشكل اللي انت عاوزاه معايا صنية السمك جميلة جدا جدا وطعم وريحة تحفة جدا وهنشوف مع بعض الوقت الجنبر عن قرب ومعايا الشربة خلصانة وزي الفل ما شاء الله بتاعلي بقى من جرنش كده شوية جرنش هكده تفتح النفس الله عالجمال الله عالريحة الله عالخرفشة بتاعت الجنبر نشيل بقى كده الحلة بتاعتنا ده على جنب وتعالوا مع بعض بقى نغرف الشربة بتاعتنا اعمل الشربة بنفس الطريقة مش هتخلي جوزك يشربها من برا تاني بجد جميلة جدا 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 طبعا الفواكي البحر اللي موجودة فيها هنشكلها بقى بقى في كل مطبئيه حبة وتقسميها كده بحيس ان كل واحد ياكل منها يعني متحطش مثلا حبة هنا وحب يعني وحبة لأ وكنت فكل مطباقية يكون فيها في واكل البحر بتاعتها محدش عارف يقولي شي للأنبوبة دي على جنب كنت لسه مغير الأنبوبة ومحظوطة كده عاملة لأزمة مش عارف ما شفتاش بقى اللي بعد ما خلصت نغرف السمك بتاعنا شايفين ما شاء الله معيها صنية سمك بجد تحفة وده كان غدا معنا النهاردة الغدا جميل جدا جدا وطعمه حلو وشكله حلو وحاجة كده أحسن من المطاعم بكتير فاجربوها وصبروا رأيكم في الكومنتات ويا ريت ما ننساش لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة علشان يوصلكم منا في كل فيديو جديد أنا بعمله وأسف على صوتي لأن تعبانة جدا شكرا لك